لم تعود الحياة إلى خان الجمرك أحد أقدم وأشهر الخانات التراثية في الموصل القديمة بمحافظة نينوى كما كان متوقعا ذلك رغم مخاطرة أصحاب المحلات بالعودة وتحمل تكاليف إعمارها صدمة جديدة تلقاها أصحاب المحلات هناك الذين فوجئوا بإختارهم من قبل بلدية الموصل لدفع الإيجار أو الإخلاء الغريب بالقرار أن تاريخ الاستحصال يبدأ من الشهر السابع لعام 2017 ولغاية أيار 2022 علما أنهم لم يفتحوا محالهم حتى نهاية عام 2019 بينما افتتحت السلطات رسميا الخان في الشهر الأول من عام 2020 الدولة أنتت الجانب الآن منطقة منكوبة فلما رجعنا عمرنا المحلات وكملنا كم من يرجع لمكانه كم من عمل من جيب الخاص المحلات كمناها الدولة عملت الكهرباء بس وعملت الماء فقط لا غيره فأحنا الساعة البلدية جابتنا تبليغ من عندنا مبلغ إيجار من 11 سبعة 2017 الموصلة تحررت 10 سبعة أحد فات بين منطقة سنتين ثلاثة هذه الإختارات كشفت زيف الرواية الرسمية حول دورها بالإعمار حيث يشير أصحاب المحلات إلى تحملهم إعادة ترميمها واشتراط عدم تعويضهم حتى بحال توفرت الأموال عملنا المحلات على حسابنا الخاص بعد ما عملنا وكملنا وجينا فتحنا محلاتنا جئت البلدية وقعتنا على تعهداتنا أنه ما طلب أي تعويض وبرأي أصحاب المحلات في خاني القمرق أن ما يزيد الأمر سوءا إصرار بلدية الموصل على هذا القرار وعرقلت مصالح التجار ومعاملاتهم في دوائر الدولة لإجبارهم على الدفع طلبوا إيجارات والإيجارات ضاعفوها فوق ما ضاعفوها نشروها على دوائر الدولة بحيث أي دائرة واحد تعمل معاملة ما ممكن المعاملة تتمشي إلا مقابل أنه تحتدي الأموال اللي عليك اللي هي الإيجارات اللي قيمتها 12 مليون 350 ألف تصويت البرلمان السابق على اعتبار الموصل منطقة من كوبا في كانون الثاني 2017 لم يشفع لها ولم تسقط الإيجارات والضرائب أو يجري تعويض كثير من السكان حيث تؤكد تقارير حقوقية أن سكان محافظة نينوى يتعرضون لعمليات ابتزاز وهيمنة ممنهجة الهدف منها زيادة معاناتهم واستمرار أزمة النزوح وبقاء الدمار على حاله